الى العاصمة بغداد هكذا تبدو وجهة الامين العام للامم المتحدة بن كيمون زيارة من المؤمل ان يصل فيها كيمون السبت المقبل حاملا معه ملفات سياسية وامنية على مستوى الامن يسعى الامين العام للامم المتحدة الى توحيد الجهود الدولية لمخاربة عصابات داعش الاجرامية فضلا عن بحث التدخل التركي في الاراضي العراقية اما على المستوى السياسي فقيل ان بن كيمون سيلتقي بعدد من قادة الكتل السياسية لدعم الجهود الرامية لحلحلة الازمة الراهنة مجيء بن كيمون اليوم هو قد يكون واحد من الملفات اللي ناقشها مع المسؤولون هي قضية التدخل التركي قد يكون ايضا مكافحة الارهاب الاهم انه تزامن حضور بن كيمون مع هاي الازمة السياسية اللي تعيشها الدولة العراقية اليوم اعتقد اعتقد وجوده رح ينعكس ايجابيا في حلحلة هذه الازمة كما ويعتزم رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حاصر روحاني زيارة بغداد في الاسبوع المقبلة زيارة روحاني ستشهد نقاشات وحوارات لملفات لها علاقة بامن المنطقة وتفعيل التعاون المشترك بين الدولتين لمحاربة داعش حضور الرئيس الروحاني كذلك هو رئيس دولة قوية ومجاورة الى العراق سيكون تأثيرها على الازمة الداخلية الحالية في العراق باعتبار انه دولة مثل ايران لها ثقلها في السياسة الاقليمية كذلك نتمنى ان تكون هذه الزيارات هي نقطة انطلاق جديدة الى العمل السياسي العراقي وتحكس هذه الزيارات المرتقبة مكانة العراق بين دول العالم كلعب اساسي في استقرار المنطقة هذا الحرك الدبلوماسي يأتي بعد جهود سياسة العراق الخارجية في تعزيز وجودها في العالم الخارجي عمر العمري قناة بلادي